أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظم اتحاد مدارس خيبر بختونخا حفلاً في بشاور على شرف قائد جمعية مولانا فضل الرحمن وبهذه المناسبة قال مولانا فضل الرحمن لدينا حدث تاريخي في البرلمان بعد سبع وسبعون عاماً والحمد لله، أصبح حلم السير في البلاد على طريق الاقتصاد الخالي من الفوائد قريباً من الواقع وقال إنه مع إقرار مشروع قانون المجتمع ستكون عملية تسجيل المدارس الدينية سهلة وستعفي من العب زغط المؤسسات وقال مولانا فضل الرحمن إنه تم أيضاً اتخاذ خطوات ملموسة لزمان التشريع بشأن توصيات المجلس العقائد الإسلامي وقد تم تعزير استقلالية المحكمة من خلال تحسين نتاق قرارات المحكمة الشرعية وسلاحيات القزات وقال مولانا فضل الرحمن إنني أهنئ الأمة بأكملها وأهل المدارس بهذه المناسبة التاريخية من أعماق قلبي إن عقد بالأمس اجتماع المجلس المركزي للمدرسة الإسلامية دار العلوم دوبند في دار زيافة دار العلوم دوبند بالهند وبهذه المناسبة خاطب حضرة مولانا المفتي أبو القاسم النعماني ومهتمم وشيخ الهديث بدار العلوم دوبند أعزاء مجلس الإدارة والممثلين وقال لقد لعبنا دورا مهما في حماية واستقرار المدارس إنشاء المدارس والمدارس وتعزير التواصل والوحدة مولانا سيد أرشد مدني رئيس دار العلوم دوبند رئيس جمعية علماء الهند أثناء توضيح دور المدارس الإسلامية في حماية ونشر الإسلام وقال إن تعزير التعليم والتدريب الديني وخدمة الأمة أنه في الوزع الحالج للبلاد فإن الإسلام والمسلمين وأوزاع المدارس الإسلامية تحاول التحلي بالصبر ولكن علينا أن نتبع خطي أكبر ونجعل نزام المدارس نشطة ومستقرة وتزيد فائدتها وتتبنى هذا الأسلوب الذي به الخير للوطن والأمة ولتوفير العلماء الموهوبين للدعوة والخدمة الدينية علينا أيضا الإحتمام بإنزبات التعليم المعاصر في البيئة الدينية المدارس الإسلامية في زوء المتطلبات المعاصرة عقد مؤتمر رسالات في جيسور نظمت شركة حفظة الإسلام فرع منطقة جيسور في بنجلاديش مؤتمر شين رسالات التاريخية الجوم الثاني والعشرون من أكتوبر ومنذ زهر جوم الثلاثاء وبحزور الناشطين أصبح ميدان العيدغاء المركزي في بلدة جيسور مقتزا بالناس وتحدث العلامة ساجد الرحمن الأمين العام لحفظة الإسلام كزيف رئيسي في المؤتمر الذي عقد برئاسة مولانا أنور الكريم جسوري رئيس المنطقة للمنظمة أمير مولانا محفوظ الحق النائب المركزي جل المنظمة كان حاضرا كزيف خاصة وحذر حفظة الإسلام البغلاديش الأمين العام المشترك مولانا معمون الحق بصفته المتحدث الرئيسي وحذر الأمين العام المشترك مولانا عزيز الحق إسلام أبادي كمحدث خاصة مولانا سخاوت حسين مولانا عبد الحميد مولانا محسن مولانا جابر تاج الله مولانا مفتی رشيد أحمد مفتی شمس الرحمن مفتی حفیظ الرحمن مولانا ناصر الدين السكرتير مولانا معصوم بالله حافظ عبد الله مولانا عبد السمد وآخرون أعرب أدد من رجال الأعمال الأطراق خلال لقائهم مع المولوي أحمد الله ساهد وكيل الصناعة والتجارة عن رغبتهم في الاستمسار في قطاع الطاقة وإنشاء طرق في أفغانستان وطلبوا توفير فرص الاستمسار في القطاع الزراعي من جهته تمعان وكيل شؤون الصناعة عن التعامل الشامل مع هؤلاء المستمسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة